أهلا ومرحبا بكم تفعل غزة ما تطيق وما لا تطيق لكي تبقى بمعزر عن جائحة كورونا التي تهدد العالم وهي التي تعرف جيدا إمكاناتها البسيطة إن لا قدر الله دخلها هذا المرض إلى قطاع غزة وتحضيرا لكارثة قد تلحق بالقطاع إن دخل هذا الفيروس إليها وهم الذين يفعلون طبعا كل الجهود لكي تبقى بعيدة عن هذا الفيروس فإن جهودا كثيرة تجري في القطاع لمواجهة هذا الاحتمال الأسوأ الذي يضعونه واحدة من أهم الجهود التي تظهر هذه الأيام هي جهاز تنفس اصطناعي صنعه أو محكالي جهاز صنعه مهندساني من الجامعة الإسلامية في أيام قليلة ويؤدي بعض المهام التي من شأنها أن تنقذ حياة إنسان ربما في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها العالم أجمع وتحاول غزة أن تبقى خارج هذه الدائرة سنتحدث مع المهندسين الذين صنعوا هذا الجهاز أولا يعطيك العافية بش مهندس لو عرفتنا عليك وتكلمت لنا عن نقطة بداية تصنيع هذا الجهاز حياة الله أنا المهندس إسلام علي مصلح خرف الله مهندس معماري مجلسة الهندسة معمارية أعمل بالجامعة الإسلامية رئيس قسم التصميم وصيانة العامة حياة الله بدت فكرة تصنيع الجهاز هذا طبعا مع الحجر المنزل اللي كنا كنا قاعدين في البيوت فالواحد يتطابع الأخبار بتألم من الأخبار اللي بيشوفها كيف الناس بتعاني من الفيروس يمكن كان الخوف موجود حتى عننا إحنا من الموضوع هذا نفسه فبدأنا نشتغل إنه نفكر طب إيش ممكن نساعد إحنا إيش ممكن نخدم في الأمر هذا يمكن اللي شفناه من الأخبار إيش بيصير في إيطاليا وكيف الناس بيفصلوهم عن الأجهزة لقلة أجهزة النفس الموجودة في العالم كله خلاني نفكر كمهندسيين طبعا يمكن تكلمت عن لحظة مشاهدتك ل هذا كان يمكن أكثر فيديو أكثر فيه يعني كان فيه فيديو أكيد منتشر موجودا عن النت إنه لا زوج وزوج تكبار في السن وعندهم ابنهم مش صغير مريض وبيعاني مش متأكد نفيرس كورونا لكن كانوا بيستخدموا بيعطوه تنفس بالآن بوهادي اللي احنا شغلين عليها يدوي طبعا يديهم مجروحة وملفوفة ومستمرين لازم يعطوه بشكل مستمر ويتناوبوا عليه فكان منظر كتير مؤلم طب يعني الأمر بسيط يعني أنا لو في إيدينا إحنا ممكن نعمل الآن بوهادي بشكل ميكانيكل كان بتفكير بسيط إحنا معنا خبرة طبية في الموضوع بزط اتوصلت مع أزمي المهندس معيل أبو سخيلة مدير المكتب إيش رأيك أبو العابد نعمل شغلة زي كده مباشرة مجرد ما طرحت على الفكرة قال لي تعالي على غزة الآن يعني كان موضوع عجيب أنا سكان خانيونس وسكان الشمال اتجمعنا في الجامعة هنا وبدأنا فعلا نحط أفكار سريعة يعني كنا نفكر في أكتر من شغلة يعني فكرنا يعني لو أحكي لك على موين كنا يمكن حتى فكرنا في موضوع تحويل المكانس الكهربائية هادي ناخد منه هوا لكن طبعا كان تفكير بعيد عن المنطق أولي الأفكار الآن متاحة لإنقاذ الحياة بدنا نفكر في أي حل لأنه الوضع مش سهل اللي بنمر فيه فاشتغلنا على الموضوع هذا فعلا بدينا أنه نعمل ميكانيزم احنا يمكن تتابعنا أنا وزمي المهندس أبو العابد على موضوع أنه احنا كنا مسكين قسم الصيانة هنا في الجامعة فعنا فكرة عن الأمور هادي يعني في عنا شغف في الميكانيكا والشغل زي كده هذا فعلا بدأنا نشتغل على الموضوع وبدأنا نجمع القطع يمكن كان فيه شوية صعوبات في الموضوع هذا في بداية عملنا أنه في قطع مش موجودة يعني في عنا أفكار كويسة للتطوير من البداية لكن القطع مش موجودة بعض الحساسات وبعض الساعات مش موجودة فاضطرنا نشتغل باللي موجود ونحاول نحور أي إشي يعني يمكن التطلع معانا اللي موجود هنا هو مطور مساحات للسيارة لكن هذا موجود يعني إشي موجود في قطع غزة وبكثرة وإشي يعني استعماله يعني بعيش قد ما بشغله بياخد يعني يظل شغاله فترات طويلة ما بيعطل طبعا يعني جدير بالذكر أنه غزة فقط يعني بالأجهزة الموجودة للتصليح جميعها بالضبط هو يعني إحنا كنا نسمع أنه 120 لكن آخر حصائيا بها احتأكدنا منها أنه 97 جهاز الموجود في قطع غزة اللي هو قابل لنه يستقبل مرضى يعني معنى كلام هذا أنه لو صار في عنا مريض رقم 98 مع الأسف هنضطر نعمل زي إيطالي وش يكون مشبوك على الجهاز فعلى أساس هذا إحنا روحنا برضه على مستشفى الشفاء وعرضنا عليهم الجهاز لست قبل ما نطور ونصل للمحل هادي يعني كان رأيهم واضح أنه إحنا الجهاز هذا لو كان في عنا مثلا اضطرين أن نحن نوصل الناس على الأجهزة الجهاز هذا على الأقل هينقف ممكن 50% من الناس اللي هنطر نصرهم عن الأجهزة بإمكانياته البسيطة جدا في أولها حينحنا كيف نطور عليه ونحسن عليه ونحط له أفكار تانية جديدة بمساعدة الجامعة الإسلامية هنا لأنه فتحت لنا مختبراتها بما أنه كل المواد موجودة من قطاع غزة وإنتم قلت لي فقط من بداية نقطة البداية العمل لحد مصار الجهاز الآن شبه جاهز خلينا نقول أو بينقذ حياة على الأقل أدى شخدت وقت تقريبا عمل في الجهاز خلينا نحكي حوالي خمسة أيام جهزنا الجهاز بنيجي الصبح هنا بنلتقي أنا وزميلي وبنشتغل مرات حتى بنروح بالليل بناخب بعض الأعمال معنا في البيوت وبنقعد نحاول نرتب فيها شو بخصوص التكلفة؟ معروف أنه جهاز التنفس الإصطناعي العادي من خمسة وتلاتين لخمسين ألف دولار تكلفته شو بخصوص تكلفة هذا الجهاز؟ إحنا تكلفة الجهاز عندنا طبعا إحنا بنحكيش عن التصنيع لأنه تصنيع بأيدينا لكن الرول لمواد الخام في حدود 150 إلى 200 دولار فقط لكن طبعا هذه في الوضع الحالي إحنا شغلنا على تطويره بأعتقد أنه مش هيتعدل 400 أو 500 دولار لو رتبناه بالفل أوبشن المتوقعين إن شاء الله نقدر نعمل طيب بس مهندس صلاح عصام بدي أشكرك وأنتقل إلى زميلك المهندس إسماعيل أولا بس لو تعرفنا على حضر المهندس إسماعيل عبد الرحمن أبو سخيلة مدير المكتب الهندسي مهندس إسماعيل هذه الفكرة اللي خلينا نقول رائدة لأنها بالنهاية ممكن تنقذ حيوات إنسان أو بشر ممكن يكونوا معرضين للخطر يعني انتقلتم فيها من مشفى أو مركز طبي كانت أعطوكم إيجابية ومعجبة بهذا الجهاز لو كل الجهود الممكن تسخر لإنتاجه ودخل مرحلة الإنتاج هو بالمناسبة قريب من مرحلة إنتاج ما في أي مشاكل أو ملاحظات نعم الآن قريب ملاحظة الإنتاج نحن الآن بنعمل عليه بعض الإضافات نقول عنها بعض الأوبشنز اللي انطور من الجهاز نسهل شوي على الأطباء ونسهل على المريض هذا ممكن خلال خمس أيام أو أسبوع إن شاء الله طبعا بمساعدة خمس أيام أو أسبوع ممكن هذا الجهاز ينزل على مستشفيات قطاع غزة إن شاء الله بنزل للتجريب وبعد الأوكي أنه تمام الأمور بنزل للتصنيع إن شاء الله لو بخصوص مرحلة التصنيع يعني كل طاقة غزة في العمل في هذا الجهاز كل الطاقة الممكنة قداش ممكن تنتجه خلال شهر واحد مش أقل من 500 جهاز وممكن نوصل لقلب جهاز مكان الـ CNC موجود عندنا ممكن نطور عليه شوي المواد متوفرة المواد اللي اشتغلنا فيها الآن هذا اللي بحقق اللي موجود كلها متوفرة في السوق كلها متوفرة في السوق المحلي وكلها رخصة الثمن تعمدنا إنه إحنا نسأل عن القطعة قبل ما نركبها إنه هادي متوفرة قالوا موجود هذا موجود هذا موجود القطعة الإلكترونية الآن بدنا نضيف بعض الـ options واللوحات الإلكترونية والشاشات اللي نطور منه لكن إحنا حققنا غالبا ما فيش مشكلة وإذا في مشكلة هنصنعها في معنى دكاترا في الجامعة الإسلامية الآن الجامعة رفدت إن بعض الدكاترا الدكاترة حتضنت المشروع للجامعة وحتطول المشروع حتنزله بشكل لائق إن شاء الله وحيصنعوا اللوحات اللي إحنا بدنا إياها والشاشات تصنيع لكن هذا الموضوع بدنا إياه بسرعة إن شاء الله إحنا الآن مرحلة التصنيع المواد موجودة لكن بخصوص التمويل تتوقعوا يكون موجود يعني أنتم بعملكم في الجامعة الإسلامية هل في حد طرح عليكم أنه يمول هذا الجهاز أو يكون جاهز لدعمه مالياً؟ حتى الآن ما حدش تواصل معنا لا فيه يمكن اتحاد المقاولين تواصل وقال إنه بدي يدعم بس يخلص الجهاز ويأخذ أكيد من الوزارة الصحة بدي يدعم مئة جهاز لكن أنا بعتقد إنه الخيرين كثير في قطاع غزة وفي فلسطين وفي العالم وبعد ما ينجح الجهاز إن شاء الله حنشتغل منه إن شاء الله كميات كبيرة كميات كبيرة لدرجة إنه ممكن غزة مثل ما حدا اقترح تصدر؟ ليش لا؟ ليش لا؟ الطاقات اللي موجودة في غزة إحنا اللي عملناها هذا أنا بعتبره شيء بسيط من طاقات مهندسين قطاع غزة عندنا طاقات ما يعلم بها إلا ربنا عندنا طاقات كبيرة لكن إحنا بدنا انفتاح على العالم قطاع غزة مغلق إحنا بندور على حساس للضغط نركبه ثلاثة يوم إحنا ندور في السوق وفيش حساسات للضغط يعني حنضطر الآن نصنع تصنيع اللي بتلاقي موجود في العالم بدولار وبنص دولار يمكن لو لقتي الآن فيش في غزة كل الشغلات الإلكترونية الخاصة أو المهمة أو الكذا تلاقيها ممنوعة من الاحتلال لدخول غزة والتالي إحنا حنضطر نصنعها أو نوجد إلها بدائل أو نكتفي بعض الأوبشنز اللي نشغلها المرضى عشان ما تعوقش أنا لدي عامل الزمن عندي مهم جدا الآن يعني أنزل الجهاز بعد سبوع أو بعد سبوعين ببعض الأوبشنز أفضل ما أنزله بعد شهر وأنا بتضيف عليه شغلات لا أنا محتاج لأن أنقض أرواح الناس أو أحضر نفسي على الأقل نسبة وتناسب هذا الجهاز مع الجهاز العادي المطروح مختلف كثيرا هذا الجهاز التكاليف واللي موجود فيه بأد الدور بأد الدور بأد الدور اللي أنا محتاج منه هذك فيه أوبشنز عالي جدا عالي جدا يمكن مش لمريض الكورونا لكل المرضى بكل أنواعهم كذا أنا الآن المحتاجه لمريض الكورونا اللي أنا بدي إياه هذا بحق اللي 70 أو 80% اللي أنا محتاجه وهذا كويس الإشي أنه متوفر في السوق سريع التنفيذ سهولة التنفيذ رخصه مخططته عندنا جاهزة يعني إن كانت تنفيذه بسرعة يعني فقط هذا مخصص خلينا نقول حالة إنقاذ لمرضى الكورونا أو المرضى اللي حكى عنهم المهندس زميلي في الموضوع لما نحكى عن الحال اللي كان نشوفه أنه ناس يضخوا بأيديهم هذا كمان يعني أمر معي بالموضوع بسيط وكله بكلفش 200 دولار وكذا فهذا ممكن يساعد الناس العاديين يعني هو حيشتغل شغلتين شغلة إعطاء هو مباشر على الأنف عن طريق الكمامة هادي بشكل مباشر والمريض بتنفس براحته المريض اللي قادر على أنه يتنفس حيعطيه زوده ويزوده بالأكسجين من هذا كمان نسبة الأكسجين بتحكم فيها عبر الأنبوب الدكتور اللي موجود والدكتور بيقيس نسبة إيش البلات قازز عن طريق الجهاز هذا أو عن طريق الفحص الدم وبالتالي بيقدر يغير ويعلي ويلعب لما الدكتور يحصل على اللي بدوا إياه والحالة الثانية مريض الكورونا اللي وضعه بكون آه بكون شوية مش نتنفس أو فقد الوعي أو هم بنومود الأطباء بدخلوا هذا الأنبوب في القصبة الهوائية وبيبدوا بيعطوا نسبة الهواء اللي بدوا إياها طبعا كل هذا في فالب وفي كذا اللي يتحكم اللي ما يضر المريض بل يساعده جهاز اللي هو جهاز التبخير هذا الجهاز برضو كمان هذا محاكاة محاكاة للجهاز الكبير الغالي الثمن إنه هذا المي اللي موجود حيكون تحتيه سخان يطلع البخار الهواء اللي حيطلع من هذا الناحو يتحرك حينجل البخار لريئتين المريض دافي وترطيب حيساعد في شفاء المريض بشكل أكبر نهيك عن بعض الشغلات اللي احنا طبعا الآن موجود لو تلاحظي نعم ممكن نشوف الهواء الصادر عن هذا الجهاز محاكاة الجهاز اللي صنعوها الرئتين يعني غالبا الإنسان العادي مش محتاج أكتر من هيك ويمكن أقل من هيك كمان تمام بتم التحكم عادي إيش بالسرعة هاي السرعة أكتر لو المريض محتاج أكتر بتم التحكم كمية الأكسجين اللي حكيناها من الخلف ولولا طفل لو لا طفل ممكن الكمية تكون أقل في سرعات وكميات بحسب حالة كل مريض ممكن نغير هذا الأنبول كمان ونحط أنبول صغير وهذا يكون متحرك للطفل كمان تفرج على نمادي زي هيك أنا هيك حققت يعني بدأقول 80% اللي أنا محتاجه للمريض اللي أنا محتاجه في هذه الفترة أنقذت حياة والأطباء في مستشفى الشفاء حكونا هذا الكلام أنه نحنا بالمواصفات هذه ممكن أنا أنقذ حياة مريض أنقذ 50% من المرضى اللي المتوقع وفحصناه كمان في مستشفى المستشفى حيفا كان فيه أطباء في قسم العمليات نبسطوا عليه قالوا عنه جيد طبعا مستشفى في غزة للملاحظة في غزة نعم مستشفى في قطاع غزة في قسم العمليات فالأطباء التخديري اللي هناك حكووا أنه جيد يعني كادوا لسه من أول مرة كادوا أنهم يركبوا على مريض تفاهموا قالوا لا خلينا شوي بسيرتبو الشباب يعني يعني أسبوع أو أكثر ممكن نشهد أول استخدام له إن شاء الله إن شاء الله الجامعة الآن مهتمة بالموضوع حيكون الآن في لجنة طوارئ مكونة معنا لدعمنا إلكترونيا وتحت تحضير القطاع والقطاع المفقود يصنعوننا إياها في الجامعة إن شاء الله نأمل إن شاء الله نيجي ونشوف هذا الجهاز نزل إلى مستشفيات قطاع غزة لتحدث المفارقة بأن القطاع المحاصر هو الذي استطاع إنقاذ نفسه في هذا الظرف نأمل ذلك لقطاع غزة وللجميع لكل البشرية التي تحارب اليوم فيروس كورونا بكل ما لديها من قوة والأهم أن الحاجة الماسة لأجهزة التنفس ولدت هذا الاختراع وكانت أمه الحقيقية أو هذه المحكاة لجهاز التنفس الذي عمل عليه مهندسان من الجامعة الإسلامية وأنتجه في ستة أيام عمل متواصلة ويأملان أن ينزل إلى المستشفيات في قطاع غزة وأن يبدأ العمل به خلال أسبوع أو أكثر بقليل في قطاع غزة ما يعني أن القطاع سيواجه هذه الفترة العصيبة بكثير من العمل والجد وأيضا الطمأنينة إن أصبحت هذه الأجهزة متوفرة بقدر كاف نقطة أخيرة أريد أن أنوية لها فهذا الكهرباء فقطاع الكهرباء أو توقف المكينة لأي سبب faz助 هذا الصوت على ساتس مباشرة إتابة 게임 أيام الذي عمله على الكهرباء على الكهرباء أو البطارية الآن على البطارية وفيه شاحن من جبكة في الكهرباء bayشترك على الكهرباء العادي في البيت وهي قطاريات رفيقة أهل قطاع غزة منذ انقطاع الكهرباء أكبر ناس في العالم خبرة في قطاع غزة في البطاريات قطاع غزة أشكركم جزيلا إذن جهاز راعي أغضاع قطاع غزة الاقتصادية وأيضا أزمة الكهرباء التي يعيشها القطاع منذ عام 2007 منذ فرض الحصار على القطاع تجربة مثيرة للاهتمام ونأمل أن نشاهد وإياكم أعزائي المشاهدين بعد أسبوع أو أكثر من الآن نزول هذا الجهاز وبدء العمل به في مستشفيات قطاع غزة شكرا جزيلا لكم على المتابعة ودمتم في أمان الله اشتركوا في القناة